ما ليه مرسيل كولر في هذه المباراة؟ هل سيلعب بالتشكيل اللي شفناه في بلدية المحلة؟ هل سيضع بعض اللاعبين الآخرين المقيدين واللي هيلعبوا في أفريقيا واللي عايز لعبهم في المباراة الزمالك؟ طيب اللعابة اللي هتلعب يوم الجمعة هل بالضرورة نشوفهم في المباراة المباراة اللي بعد كده؟ لا إطلاقا مرسيل كولر من المدربين اللي دايماً بيغيروا ودايماً عايزين تغيير ودايماً بيشوفوا متطلبات المباراة القادمة إيه؟ فهو بالنسباله المتطلبات للمباراة القادمة مين؟ هيلعب إسلام هيلعب؟ خلاص هلعب إسلام المباراة اللي بعدها مش إسلام يبقى فيه حد تاني اللي هيلعب ليه دايماً بقول لحضراتكم أنه المدير الفني هو اللي دايماً يبقى من حقه لاختيار لأنه هو اللي موجود مع اللاعبين كل يوم صبحه ودهره بالليل هو اللي بيشوفهم في التمرين هو اللي شايف النهاردة مين رجله تقيلة وشايف يعني إيه مين رجله تقيلة يعني يعني بيبقى مريح شوية مين بيتمرن كويس يعني هو أنا كنت سعيد جداً جداً بكلام مباراة عن كهرباء ليه؟ لأنه تكلم بشكل جيد تكلم وقال الحقيقة لأنه ده الكلام اللي بيقى يتقلي من كهرباء يعني أنا بيتمرن كويس جداً أكابتن وما فيش أي حاجة خالص والكلام ده ما عندي لاش منه إحنا نادي الاهلي ألعب حلعب ملعبش قاديني مستني دوري ده الكلام اللي بيتقال على فكرة من كهرباء أنا ما بحبش أقول هذا الكلام لأنه دي حاجات شخصية يعني ممكن يكون بيكلمني بصفة شخصية يعني مثل هذه الأمور فمثلاً كهرباء تحديداً ما عندوش أي مشكلة مع أحد ما عندوش أي مشكلة خالص اللي حيلعب حيلعب حيقعد حيقعد حيلعب في الوقت المناسب اللي شايفه المدير الفني مش حد تاني مش البعض من اللي يشجع النادي الاهلي عمليني سخانه الدنيا علشان كهرباء يضرب في كولر وكولر يضرب في كهرباء هذا لن يحدث النادي الاهلي لا يوجد به مثل هذه الأمور عشان كده أنا بقول لحضراتكم نخلي بالنا